بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اخواني وخواتي حياكم الله جميعا عذال شيخ بزماناته طبعا ينقال له الشيخ عذال قصتنا قديمة قديمة جدا ايام الامراء والمماليك وال الشيخ عذال في عنده بنات وفي عنده ابنه البكر والوحيد اسمه ينقال له قرناس وقرناس متزوج وعنده زوجة اسمها هند وقرناس يعني بيوم من الايام امرض والده واللي هو الشيخ عذال وجمع هالقوم مثل ما تقول جمع هالقوم ولمهم وقال لهم وصيته طبعا وصى هالقوم معروف عذال بحكمته بهذاك الزمان معروف بالحكمة فوصى وصية للقوم بشكل عام ووصى وصية لابنه قرناس تحديدا وصية ابنه قال له يولدي اريد منك هاي الوصية قال له سم يبا قال له اول شي لا تعاشر السلطان والثانية قال له الثانية لا تكشف سرك للنسوان واني ماني معاها بهاي النقطة انا ابدا مو معاها والوصية الثالثة قال له جوز الفقير ولا تجوز الغني يعني لا تعاشر السلطان الثانية ولا تكشف سرك للنسوان والثالثة جوز الفقير ولا تجوز الغني قال له تم صار يوم الثاني لحظات توفى عذال واللي هو والد قرناس قرناس رجال ومثل ما قلنا متزوج وقام بواجب ابوه بعد ما توفى بعد ما وفدته المنية وراحت الايام مشت مشى بهذا الموضوع ما كان قرناس مقيد الوصية ابوه يعني مشى فترة من الزمن وهو قال يعني لا تعاشر السلطان تبدو الوصية غريبة جوز الفقير ولا تجوز الغني يعني ايضا تبدو يعني المسألة النسبية بدت للقرناس ولا تعطي سرك للنسوان واللي آني ماني معاها ايضا تبدو غريبة المهم بيوم من الايام قرناس قال بدي اشوف وصية ابوي سيموا انه ابو قرناس معروف انه رجل حكيم ومعروف برجاحت عقله سدادت رأيه بين القوم فقال بدي اجرب هاي الوصية بدي اسوي يعني العكس مشان اشوف اذا كانت وصية والدي صحيحة او لا فسوى قرناس قال بدي ابدأ اول شي بالسلطان الوصية تقول لها تعشر السلطان وبدي اباشر او اشرع بعلاقة مع السلطان شلون بدو يدخل على السلطان شلون بدو يدخل على السلطان فيه سلطان تعنى عليه وراح على قصر هذا السلطان ودخل عليه طبعا والد قرناس قلنا حكيم حكيم زمانه بهذاك الوقت وغالبا ما يكونون المستشارين والحكماء في مجلس السلطان لكن السلطان ما يعرف قرناس المهم تعنى على هذا القصر اليوم جعل حرس سلام عليكم السلام قالهم والله اريد اقابل السلطان قالوا له انت منه شنه حاشتك مع السلطان ممكن نقضيها بشخص غير السلطان الوزير الكذل قالهم والله حاشتي بالسلطان انه اني ابن الشيخ عذال قالوا له عذال عذال ايه كان من مستشارين السلطان فقالوا له حياك الله وقدموه ودخله قالوا له السلطان انه في ابن الحكيم عذال موجود بالباب فقالهم دخله فدخل قرناس السلام عليكم السلام قال له انا قرناس يا مولانا يا كذا والله قال له شيني حاجتك يعني السلطان قال قرناس شيني حاجتك قال له والله ما الي حاجة ولكن انا شفت انه لازم اجي سيما وانه ابوي كان يجلس في مجلسك وكذا قال له زين يعني عندك من حكمة عذال والدك قال له لا والله يعني يعني السلطان هنا بده يختبره الحكيم والانسان اللي عنده ثقافة وعنده علم وتسأله دائما ما يدني من ثقافته او يتواضع لازم يعني ما يقول اي والله انا حكيم الحكيم ما يقول اي والله انا حكيم او ولا العالم يقول انا عالميا قال له لا والله انا ما عندي شيء من حكمة والدي فاعجب السلطان برأيي قرناسي فقال له اجلس اقترب مني واجلسي فجلس قرناس قال له شنو تسوي شنو اليك رأيي شنو كذا فبدأ قرناس يتكلم معاه باللي عنده يعني وفعلا حظي حظوة بمكانة لائقة عند السلطان والسلطان يعرف ابوه واكيد يعني ابوه مسوي مواقف مع السلطان مشرفة ففعلا قال له يا قرناس لما انسألناك وقلنا لك عندك من الحكمة فقلت لا والله ما عندي من الحكمة شيء فهذا جواب شخص حكيم ويوم سألناك بالعمل وشؤون الرعية وكذا فقلت رأيي سديد ايضا فوالله تحظى بمكانة او بحظوة عندنا وتكون في مجلسنا طبعا هذا السلطان اللي يقوله اللي يقول انت تكون بمجلسنا فمعناته هذا من المقربين للسلطان فعلا قال له بشكل يومي ضمن استطاعتك دائما اريدك تكون موجود في مجلسي رجع قرناس وباشر حياته طبيعي وكان يتردد دائما على مجلس السلطان لبين ما صارت علاقة قوية جدا بينه وبين السلطان يعني مثل ما يقولون الهوى ما يفوت بيناتهم فهين قرناس قال آني طبعا قال السلطان لبين ما قال يا جماعة قال لي القرناس ما ليس لغيره يعني اله مكانه يعني يفوت امتى ما بده يطلع امتى ما بده ما ينزع سلاحه كذا شخص من المقربين جدا يعني له ما ليس لغيره حظي قرناس يعني على خط ومشى وضربه ارتب الامور وضبطها على هذا الشكل الآن هذا اول جزء من الوصية واللي هي لات عاشر السلطان قال ضل عندي الوصية الثانية بدي ابدأ فيها واللي هي جوز الفقير ولا جوز الغني فقام قرناس في عنده اختين واحدة اسمها ريم وواحدة اسمها سارة قال بدي ازوج ريم لطالبها الغني وسارة لطالبها الفقير او العكس حسب ما اشوف او حسب ما هي ترغب البنتين ففعلا الناس تتردد يعني مشيات عليه ان يجن فجوج اخت ريم الشخصين قال له مجحم ومجحم من سادات المكان الفلاني يعني من اغنى اغنياء المكان الفلاني من دون اسميا من دون ما نسمي واجه شخص ينقال له عذاب وتقدم السارة عذاب اتزوج سارة عذاب فقير ما يلقى يعني يعني مثل ما يقولون ما يلقى ولا يقول وبنفس الوقت كان رجال شهم يعني اكيد ما رح يزوج اخته الرجل يعني من كل النواحي يعني خلاص فس انه مجرد انه فقير لكن يمتلك كل المواصفات الثانية اللي تأهله انه يتزوجها فعمل فعلا بالوصية الثانية واللي هي زوجة الفقير ولا زوجة الغنية ولا زالت علاقته مع السلطان ماشية فقال بعد مرور فترة معينة من الزمن قال لازم آني اسوي موقف اختبر كل هذول الاشخاص واللي هم مجحم وعذاب والسلطان وبنفس الوقت في الوصية اللي قلت لكم عليها واللي هي لا تأتي السرك للنسوان ايضا بدي اجرب هاي النقطة في السلطان عنده مزرعة فاجه درناس على هاي المزرعة ودخل عليها فشاف فيها طيور مختلفة يعني تعرفون السلطان عنده مزرعة وكذا وكل طير فيها مميز ومقرب من السلطان فشاف من هالطيور اللي موجودة شاف تقريبا حوالي عشرة او خمسطعش نعامة هذن النعامات للسلطان فالسوى شال وحدة من هذن النعامات ويعرف انه هذن النعامات من خلال علاقته بالسلطان يعرف انه هذن النعامات عزيزات على هذا السلطان شال هاي النعامة طبعا ما ذبحها ولا سوى بها شي ولا كذا شالها طريقته الخاصة طبعا واخذها على مكان وامنها عند شخص جاب على هذا الرجال وخلينا نقول اسمه حمود قال له يا حمود انا اريد منك هاي الشغلة شنية قال له تحط هاي النعامة بالجنينة او بالحوش اللي موجود عندك وتتفرغ نهائيا ما بدياك تشتغل يعني تتفرغ لهاي النعامة تخليها عندك امانة ووعك اياك ابالك تموتها النعامة لا سمح الله او كذا او تهملها او يصير عليها شيء فعلا جاب هاي النعامة وحطها عند حمود ودار ظهر ومشه في يوم ولا يومين ولا ثلاثة خبر السلطان اجع المزرعة شاف طيوره شاف كذا وهو يدور وهو يدور وهو يدور بين هالطيور فقالهم فيه النعامة الفلانية قالولو ايه قالهم وينها يعني هي ربما مميزة يعني قالهم وينها قالولو والله ما نعرف يعني ما ندري هاي النعامة صراحة اشلون اختفت فقالهم السلطان اياكم يعني هاي النعامة من النعامات العزيزات على قلبي فاياكم انه تكون هاي النعامة انذبحت او انسرقت او كذا قالولو والله ما نعرف طبعا الحرس اللي على المزرعة طبعا قرناس يومج اجي اخذ النعامة شنو سوى صرف هذول الحرس واخذها سرا يعني سرقها سرقها من دون ما حدا يشوفه يعني ما هو بشكل عليني اخذها ويوم وداها على حمود وامنها عند حمود قال له يا حمود دير بالك على هاي النعامة ولا تصرف فيها نهائيا واريدك تحافظ عليها راح على زوجته شان نعامة اخرى يعني ذبح نعامة ثانية ووداها على زوجته مشان شنو مشان يختبر زوجته ما هو الوصية تقول لا تكشف سرك للنسوان لا بصراحة يعني بيه نسوان يعني بنسوان ينعط نسر يا جماعة لا فعلا المسألة نسبية يعني فيه رجال ما يحملون نسر فعلا يعني المهم يا جماعة احنا وين صرنا شال هاي النعامة وامنها عند حمود وقال له حافظ عليها وشال نعامة ثانية اخذها على زوجته وقال لها والله اني سرقت نعامة من حديقة السلطان قالت له تم بش نسوي بيها قال لها اذبحيها قالت له السلطان كذا قال لها خلاص اذبحيها يعني السلطان يعني ربما يزعل ربما خلى الموضوع مبهم بالنسبة لزوجته ما راحت تقريبا يعني خلونا نقول ايام بين قرناس وهند شالت حالها هند وراحت السلطان طبعا من بعد خلاف بين قرناس وزوجته اختلفوا على شيء معين او قضية معينة فهددته شنو هددته قالت له انا بدي افشي سرك للسلطان لانه انت سرقت من عنده نعامة وفعلا راحت قالت للسلطان والله قرناس هو اللي اخذ النعامة هو اللي سرقها واكناها واني ايه اللي اطبختها بهذاك اليوم المهم امر حرسوا السلطان جابوا قرناس جيبوا لي قرناس جابوا قرناس قالوا بعد كل هاي الحظوة اللي حظيت بيها تيجي على نعامتي الغالية علي وتاخذها وتشويها تذبحها بليل يعني هاي هي هذا اللي طلع معاك يعني قال له والله يا سلطان كنت بيوم جاء واشتهيت يعني حاول انه الى حد ما يقنع السلطان يعني يعطي عذر معين هو السلطان ما لازم يعني عادي واذا اخذنا عامة يعني شو هالمشكلة يعني المهم خلونا نشوف شنالي صار والله كنت وحبيت هاي النعامة وقلت بدي اشويها وآكلها وكذا قال له لا 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 انت لعبت بالنار قال له شلون لعبت بالنار قال له بدك تدفع ثمان هاي قال لا النعامة يا اما اسجنك يا اما تدفع ديتها فقال له لا ادفع ثمان هاي يعني قال له اذا ثمنها اربعين جمل اوضح يعني شوفوا ثمن النعامة يعني جزء يسير من هذا الثمن ولكن فعلا كانت حكمة عذال واصلة وطايلة السلطان وتعرف وتخبر الاشخاص اللي عاشرون السلطان وتكاليف اللعب معهم فوصى ابنه قال له لا ت عاشر السلطان وكانت وسيطه فعلا من محلها يعني تصوروا من اجل النعامة قال له بدك تجيب لي اربعين بعير اوضح اربعين جمل اوضح الجمل الاوضح نادر نادر يعني نادر فمنه هيك انه انه اربعين جمل اوضح قال له خير ان شاء الله تنسجن اللي تجيبهن قال له لا ان شاء الله الله يقدرني واجيبهن طبعا قرناس فقير صحيح صديق السلطان بس فقير يعني ما عنده شيء يعني شخص نزيه يعني يعني طلع من عند هاي اول شيء عرف زوجته وعرف انه الوصية اللي تقول لا تعتصرك للنسوان كانت مع قرناس بمحله هاي اول وحدة مثل ما تقولون عرف حقيقتها الثانية والثالثة والرابعة السحر راح نشوف مش بده يسوي قرناس يا اما ينعدم بل احرى ينعدم حتى مو ينسجن يا ينعدم يا اما يجيب اربعين جمل اوضح فقش قال قال بدي اروح امشي ادور يعني بدي اروح على مجحم مجحم عنده من الحلال اللي يزوجه اختورين عنده من الحلال يعني يتواجد عنده ربما ميت جمل اوضح ربما ميتين ربما ثلاثمية حتى شخص ثيري يقدر حتى اذا ما هن متواجدات حاضرات عنده الساعة يقدر يجيبهن ما عنده اي مشكلة وفعلا سيار عليه ومشه اركب مركوبه وطلع على مجحم يوم طبعا العرب مجحم طالعون من البيت كذا قالت ريم والله هذا خالكم يا عيال اركضوا الويلات تلقوا خالهم ايهلون بخالهم وكذا ومحتفلين بخالهم قام مجحم من مكانه وسلم على قرناس قالوا حياك الله وكذا ويشهد وكلام تفضل استريح طبعا عادت الضيف انه ثلاثة ايام ما يسألونه عليش جاي او كذا هذا نسيبه جاي عليه المفروض ما يسأله معروف ليش جاي قالوا شيني حاجتك المسه بالليل قالوا شيني حاجتك طبعا ذبح له جدي يعني كانت ذبيحة مجحم جدي ذبح له جدي اكل قرناس وهو لسه ما خبر يعني ممكن تكون وسيط ابو غير صحيح اجاب قالوا والله اجابني انه اني والله بليلة من الليلات اني والسلطان واخذت منه هالنعامة وما ادري انه يغضب عليها وكذا وغضب عليها والله وقال لي ديتها او ثمنها اربعين جمال اوضح قال له والله اربعين جمال اوضح يعني والله منين تريد يجيب هني طب السجن يعني ما تنسجن مكان هن ما كذا طبعا شاف قرناس النسوال في مجحم نسيبه مثل ما يقولون مو حول القالة يعني نسيبه قاعد يقول طيب نام انسجن بدال هن كذا قال له والله كسجن ما يسجني يعني على اغلب يذبحني قال له والله يذبحك يعني لك الله لك الله يعني واني واني والله يعني عندي جدي يعني ما ما انساك يعني وهذا الجدي يعيال تسيرون والخال كمباشر وخلي يدور ويدور على هال هاي بلشن ويلم هال طبعا كانت عطيت مجحم جدي من أصل أربعين جمل أوضح شال مشى قرناس قال له الجدي ما تاخذ الجدي قال له شعلي انتوازيت للجدي أمر علي هذا اللي يقول قرناس يقول النسيب مجحم قال له انتوازيت على الجدي أرجع علي ما يخالفين أكمل طلع بوجهه باتجاه الرجال نسيبه الثاني زوج سارة واللي ينقال له عذاب عذاب فقير ما عنده ما عنده شي يوم جعلي دحب أوهي شي قالوا والله هذا عيال خالكم تلقوا خالكم وركضوا الويلات تلقوا خالهم يلا حيوا يلا الساعة المباركة كذا يهلي ويرحب وكذا ولم العالم ونسيبي وذبح علي ذبح عنده ناقة وبعير وحوار فلم هالعرب عذاب على هالقبيلة الموجودة كلها يعني مثل ما تقولون على شرف نسيب وقرناس وذبح الحوار وقلطوا النسيب وطبعا قالوا لا تسولف الثلاث ايام يعني قالوا تايسولف لو قرناس تايقولوا والله آني مستعجل ووقتي محدود والسلطان يريد يعدمني قالوا ما تسولف هذا اللي يقول عذاب ما تسولف الثلاث ايام احنا بين عرب وبين ناس وكذا ان شاء الله جاي بيت ارجع بي وخلاص اقفل على الموضوع فعلا نهارين والثالث ويقوم ويذبح عذاب ولمها العربي لمها العربي قالوا هاد قول يا قرناس شعندك قالوا والله آني والسلطان او شلتها النعامة وذبحتها والله وهذا اللي صار قالهم مشان النعامة قالوا اي قالهم والله مشان النعامة شني ثمانها قالوا والله أربعين جمل أوضح قالوا له سهل ان شاء الله ان شاء الله سهل طبعا صعبة هي صعبة وما تلاقي لكن لو بالكلام الانسان احيانا يعني بامثال لو بالكلام الانسان قالوا له سهل يا رجال انت لا شلام وان شاء الله خير والله موجود يا ابن الحلال ووكل الله وامورك سهل ان شاء الله وفعلا بل يوم الثاني في المربط المربط يصير ورابية الشهر هذا المربط اللي يربطون به ويقوم فعلا ويروق يسوي رواق للمربط طبعا العرب كلها عرفت يعني يقول ميت زلم عزم ميتين زلم عزم عذاب هذاك اليوم وعذاب معروف كريم وما يقصر معربه يعني لو شي ممو انه كرم رجال طيب وغانم ومعروف وضربت بهن على العربان انه والله عذاب هيشه وهيشه السالفته وعنده نسيب وقر ناس ورواق سووا أرواق على المربط أرواق على المربط قبل لما يصير لما يصير كرمة أو عطية مشان يجيب بعير أو ناقة مو مثل هالوقت مثلا السع والله أنا جبت ناقة أو ويتفاخر بيها أو فلان مثلا جاب بعير أو كذا لا خلاص تجي تجيب ورا هالمربط وتربط هتجبته وتسكت خلاص ما بي أنا جبته وسويت يعني ما في عادة عند العرب معروفة خلاص تجي على المسة الوقت العشاء تجيب هالبعير مثلا وتربط بالمربط وتجي تلوح المجلس وتقعد ما تسول ما تقول أنا جبت ومشان أيضا ما ينحرج شخص يكون ما عنده امكانية ينطي مسكين أو كذا يجي يجلس وكذا طبيعي ما يصير فيه يعني يشوف إلى أبعد الحدود العادات والتخاليد والشيم أصلا القيم هاي قيم إنسانية يعني أو فعلا نسيب عذاب يقول القرناس يقول يا عمي الصباح رباح الصباح رباح كل ما يشرط طبعا هذا وراء عدام القرناس يشرط يصفن بل جلسة يصفن فنسيب هذا الفقير يقول الصباح رباح يا عمي يعني خلاص تصبح الدنيا وأمورنا بخير إن شاء الله وفعلا يجمعها وتصبح الدنيا ويلوح عذاب وإنهن أربعين جمل أوضح مربوطات بالمربط ويلوح على عمه قرناس وقل له بشرك ترى الباعر موجودات والله سهلها إن شاء الله بالرجوه الغانمة وما قصر والعالم وكذا بتعرفون من هالكلام قوم يا قرناس وسوق الأربعين بعير أوضح وسوق سوق وبطريق مروين على مجهم أبو الجدي نسيبه الغني يوم مر علي شنو سوى مجهم كان البعير الأوضح نادر نادر وجوده وعنده ناقة مصرفة وتلق قرناس مصرفة يعني فجابها قالوا والله ناقتنا مصرفة وبلشي يضربها البعير الأوضح ذاك البعير الكبير يعني قالوا والله هذا الاباعر لهلهم ومهن لي هذا نسيبه الغني شلون تلقى اللي عنطاه جدي وكذا وهذاك الفقير شلون قام بغاجبه على الأقل المهم أكمل مشه بوجه بطريقه يعني لكن هذا مجهم تلقى يقول والله عندنا ناقة مصرفة بلشي هل بعير يضربها وبلشي المهم كمل بطريقه يا قرناس يوم مشه قرناس الحقه ومجهم النوب قالوا يا رجال بلشي أنه أريد هل بعير هذا يعني تبادلني بي أو بثمان يعني وانطي كالناقة الفلانيين قالوا يا رجال هذن الباعر لأهل هن مين لي يعني المهم الحق أي سوق بل بجدي مجهم وانطي القرناس وهذا جاب الأربعين بعير معاه يعني بس قرناس شنو سوى أخذ الجدي معاه ربط هالجدي بمرس وعلى واحد من هالباعر وماشي ويثقي ورا هال هذعان واطلع بوجهك يا قرناس وين باتجاه العرب أو السلطان باتجاه السلطان يوم أوصل أيام معدودات يعني وكان بعرب قرناس شيل هال الباعر وعقل هن ووجهها البيت ويوم دخل على البيت ولقى هند هند زوت اللي أفشت سره عند السلطان ترك ومميزة وجوز الفقير ولا تجوز الغني فهذا الاختبار أنت يعني مع الأسف طلعت بي مخوش يعني لذلك يا هند أنت بطريق وأني بطريق من فشيتي سر سر زوجش أو من فشيتي سري خلاص ما ظل بيناتنا ما قدام عشرة ما ظل يعني وطلق بهذا كل الليل طلق ها في وراح تمشت على هالها يعني و يوم أصبحت الدنيا وشيل النعامة ويطلق الاباعر ويسوق باتجاه القصر السلطان يوم يجي على قصر السلطان شافوا قالوا له قرناس جاب الأربعين جمل أوضح فقال هم دخلوا علي يوم قالوا القرناس أدخل قالهم بدي أدخل ومعايا النعامة قالوا هايا مو نعامة السلطان قالهم نعم ها هي نعامة السلطان قالوا ليش يعني ما قوله أكلتها ورجعت حيت قالهم أكلتها ورجعت حيت يعني حكيم قرناس والده حكيم قالوا له أكلتها ورجعت حيت قال نعم أكلتها ورجعت حيت دخلوا دخلوا طبعا أخذ الخبر على السلطان قالوا والله يعني قرناس يقول أنا بعد ما أكلت النعامة حيت قالهم جيبوا ودخلوا مع النعامة قالوا إيه مع قال دخلوا هو النعامة دخلوا وقرناس هو والنعامة دخل وأذ نعامته والسلطان يعرف نعامته طيروا يعرفوا قالوا ها تقول لي شلون أحيت النعامة بعد ما أكلتها قالوا والله يا سلطان لا أحيتها ولا شي ما يقدر يحيها ألا اللي خلقها قالوا قالوا والله أنا يوم أتوفى والدي قالوا والدك عذال قال نعم قالوا يوم توفى والدي عذال وصاني قال لي لا تعشر السلطان ولا تكشف سرك للنسوان وزوج الفقير ولا تزوج الغني قالوا زين قالوا والله اللي حصل أنه رحت أخذت من النعامة اللي غالي عليك ورحت أخذت نعامة ثانية وأخذتها الزوج قلت لها زوجتي قلت لها اذبحيها مشان ناكلها واجت مثل ما تعرف أفشت سري قالوا صحيح هاي صحيح الثانية قالوا الثانية لا تعشر السلطان يا سلطان يعني معقولة من أجل النعامة أنا مستشارك اللي نطحت عندك بالمكان الفلاني وبالوقت الفلاني وبالوقت الفلاني وقلت لقرناس ما ليس لغيره قربتني ومن المقربين والكذا معقولة من أجل نعامة يا تعدمني يا أجيب لك أربعين بعير أوضح قالوا زين والنوب قالوا لا تزوج الفقير زوج الفقير ولا تزوج الغني قالوا فزوجت ورحت على مجحم يعني صهري الغني وانطاني هذا الجدي طبعا جابوا قرناس لها يلغان مشان يشوف للسلطان قالوا الغني عطاك هذا الجدي قالوا هذا الجدي قالوا زين والفقير قالوا الفقير والله سو هيتشد هيتشد وجاب لي أربعين بعير أوضح وهذا يا سلطان هذا اللي صار معاي واني يعني عملت بوسية أبوي ووالدي مثل ما تعرف أنت قالوا نعم والدك رجل حكيم ومعروف وكان من المقربين عندي وحتى بعد وفاته حكمته غلبت يعني فلذلك يا قرناس تجلس مشان ننظر في أمرك يعني ننظر في أمرك بدأ يفكر السلطان يعني هنا صار بموقف فعلا يعني أدان نفسه أدان نفسه بها العمل هذا وبالمقابل بالجهة المقابلة حكمة قرناس وأبو أنه شلون أتصرف هذا التصرف فقال له يا قرناس هاي الحكمة عطتني دروس قبل ما تعطيك دروس أنت يعني فعلا السلطان تعلم أنه مشان عامة من أقرب المقربين إلي إش بدهم يقولون الوزراء مثلا عني عن معاملتي معناته أني يعني السلطان أي زلة إنسان يغلط أي غلط انتهت حياته انتهت والناس ما رح تكون مخلصة ووفية معاي وبالتالي هذا درس إلي يا قرناس قبل ما يكون درس إليك فخليني مشان أنظر وأصلح غلطي اللي غلطته بحقك نظر السلطان يوم أو يومين من خلال المستشارين قال له يا قرناس إحنا رح نحمل الأربعين بعير أجمل بما حمل يعني وحتى يمكن المثل هذا الجمل بما حمل إجت من هالقصة يعني قالوا لهم الجمل وما يستطيع أن يحمل قالوا له وين قالوا طنطونهن القرناس أمشان ياخذهن فعلا حملوهن كامل فقالوا له في جدي يعني في أربعين جمل أوضح وفي معاهن جدي فقالهم الجدي ما يحمل شيء يعني فحطوا له ريبانات حطوا لل الجدي هذا ريبانات قالوا القرناس هاتس شو تسوي هذا الباعر إلك وتحمل بما يحمل إلك أيضا شو تسوي بيهن فش سوى بيهن برأيكم قرناس يعني أخذهن ألو يعني أو رجع مباشرة بحمول هن بكل شيء حام ليحمل من بضائع وذهب وغير 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 والداوين الصهر عذاب وطبعا مرر جدي الفئل وريبانات مرر النسيب مجهم والأربعين بعير رجع فرغ حمولتهم ونسيب وعذاب أيضا رجع عزم هالموجودين الأشخاص اللي تبرعوا وحط هن وراء المربط وقال يا جماعة احنا سالفتنا هيشد وهيشد صارت والسلطان أعفى عن عمي قرناس ولذلك كل واحد يطلع واحد من التعليلة يشيل بعيره معاه وبعيره محمل أيضا حطه من الحمل على كل بعير حمل وفعلا بعد ما تعشوا كل واحد جاء بعير حرف نفسه راح على بعيره وأطلقه وشاله وبحمله وهيشد يعني يكون قرناس عمل بوصية والده وهذه سالفتنا اليوم وإن شاء الله تكون نالت أو حظيت على رضاكم واستحسانكم العفو والسموحة إذا قلنا مثلا نسوان أو كذا أو شيء لا المسألة حقيقة نسبية وما لها علاقة يعني هاي طبيعة في البشر يعني في أشخاص يكونون كفوا من سواء تكون حرمة أو رجل وتحمل السر أكثر من رجال وفي أيضا العكس أيضا صحيح أخواني وخواتي اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وخواتي حياكم الله جميعا كانت علقت لي الدكتورة على وحدة من القصص ومن حوالي خمسة عشر أو عشرين يوم تقريبا وقالت لي أنه أنت تبالغ أو تبالغ جدا في موضوع أنه أنت تتكلم عن البدو بكل نقاء في الوقت اللي البدو هم يعني تتحدث أخواني عن النظرة النمطية للبدو يعني بمفهومها هي أنه هم أشخاص لا يعرفون إلا السلب والنهب وقالت لي أنه أنت طلعتهم بصورة أفضل بكثير في الحقيقة أخواني أنا ما تكلمت ألا عن قصص حقيقية وواقعية صارت وهي من تاريخنا كعرب بشكل عام أخواني في هذه الحلقة ما رح أرد على هذه الدكتورة ولكن أحاول أتناول الموضوع بطريقة حيادية رغم أنه بن خلدوني يقول أنه العرب البدو أقرب إلى الخير من العرب المتمدنين وهذا رأي سابق لرأيي آني كان في هاي القصة أخواني رح نرويها ونستمر في نفس موضوعنا هي من صلبة الموضوع أخواني كان في ملك سابقا قرر أنه يقيل أحد وزراءه واللي هو وزير الأقتصاد الفاشل يعني وزير الأقتصاد كان موجود عنده فاشل بطريقته لقيادة اقتصاد هاي الدولة فقرر يقيل هذا الوزير ويحط من بداله وزير آخر فقال أنه جمع الأشخاص وانتقوا ثلاث أشخاص مرشحين لهذا المنصب فالتقى بهذول الملك الأشخاص الثلاثة هذول وقال لهم راح أعطي كل شخص يعني بمثابة تيست أو اختبار لهذول الأشخاص ومن فيهم الأكثر كفاءة لتولي هذا المنصب فعلا أعطى لكل شخص عشر تالاف دينار وقال له روح فترة معينة مثلا خلينا نقول روحوا شهر وبخلال هذا الشهر شوفوني أنتوا شنو سويتوا بهال عشر تالاف دينار فعلا لما راحوا وغابوا هاي الفترة كلياتها ورجعوا بعد شهر أمام الملك مثلوا ووقفوا قال لهم الأول واحد الملك قال له خبرني قل لي شنو سويت بالعشر تالاف دينار فتقدم هذا المرشح وقال للملك أنا سويت هذن العشر تالاف دينار سويت هن ادعش الف وخمسمائة دينار فقال له ممتاز يعني الشيء جيد فسأل الثاني قال له أنت العشر تالاف دينار شنو سويت بهن فالثاني لما نسمع هذا قال أنا سويت هن ادعش الف وخمسمائة لعب لعبة براسو وقال رح حط عليهم الف وخمسمائة زيادة مشان أكسب الرهان حتى لو حطيت هذن الالف وخمسمائة من جيبي يعني الشخص الثاني أو المرشح الثاني كان فعلا مسويهن ادعش الف وخمسمائة ولكن قال بدي أزيد هن مشان أكسب الحقيبة الوسارية وفعلا قال له أنا سويت هن ثلت دينار فقال له الملك ممتاز جدا يعني بإيش بأي مجال قال له والله أنا تاجرت وربحت تجارتي بخلال هاي الفترة وسويت العشرة الاف دينار ثلت عشرة الاف دينار طبعا هاي مواصفات قياسية بالنسبة للشخص بده يستلم الوزارة أكيد هاي من دواعي سرور الملك أنه هذا الشخص مثالي لهذا المنسب المهم أخواني لما أتقدم الشخص الثالث أو المرشح الثالث قال له الملك أنت شنو سويت بل العشرة الاف تبعك وين هن قال له والله يا جلالة الملك أنا ما عندي شيء من العشرة الاف دينار قال له شلون يعني ما عندك يعني هل تاجرت فيهن وخسرت قال له لا والله أنا لما أخدت قطعة أرض وحفرت لها آبار هاي القطعة الأرض وقسمتها إلى ثلاث أقسام قال له طيب شن الثلاث أقسام قال له القسم الأكبر تقريبا أو النص سويت بساتين وأشجار مثمرة والنصف الثاني سويت للخضروات والقسم الثالث زرعت قمح وشعير وخل المحاصيل السنوية فلذلك يا جلالة الملك ما عندي شيء آني من العشر تلاف دينار اللي عطيت إياه حاليا فقال له الملك أنت وزيري وأنت الله معاكم بالنسبة للأشخاص اللي واحد سوى 11500 وواحد سوى 13000 دينار أخواني الموضوع في الدولة هو عبارة عن اقتصاد وكيف ممكن هذه الدولة تدير اقتصاد بلدها ومن هو الشخص المثالي لإدارة هذا الاقتصاد أخواني بالنسبة نرجع للموضوعنا إذا ما أخذنا مثال بين البداوة والتمدن إذا ما قسمناها إلى قسمين أخواني هي بالمجمع العرب ولكن القسمين الأول والثاني خلينا نسمي القسم الأول هو العرب المتمدنين والقسم الثاني هما العرب البدو أخواني ونأخذ أمثلة وبشكل صريح من دون حياز يعني اللي نأخذ العراق مثلا وسوريا ومصر وطبعا في دول كثيرة على نفس النهج يعني هاي الدول تبع الأحزاب واللي بصراحة تجلس بمؤتمر وتحس أنه ليلة القدر أو شكت ورح تنتهي كل مشاكلنا ورح يجي المارد وينزل كل شيء والشعب رح يعيش برفاه وبنين بالوقت الآخر لو شفنا أو نظرنا للبدو اللي حاكمين مثلا بالخليج كل عوائل للبدو اللي حاكمة في الخليج هي تنحذر من أصول بدوية وهذا الشيء بديه ومعروف إذا ما بدنا نقارن فنقول أنه بصراحة في هثرة دول هذن اللي أخذناه كنموذج وليس مقياس يعني في دول كثيرة يعني بصراحة ما في أي شيء أي شيء يوحي بأنه هاي البلدان حضارية أو فيها شيء من الحضارة ونقصد على مثلا البنى التحتية بهاي البلد يعني لو نظرنا كم زعماء مروا على هاي الدول كثير زعماء يعني ومنهم زعماء سميوا بزعماء الأمة ولكن بصراحة ما في شارع واحد في بلد زعيم الأمة أو قائد الأمة أو قائد هذا البلد شارع واحد يفتح النفس بصراحة أنا أحكي يا جماعة ببساطة شديدة وماني منحاز نهائيا بينما بالجانب الآخر لو نظرنا للبدو مثلا بالخليج ما بيدعي أتكلم صراحة لو أي شخص من هاي البلدان سافر لدول الخليج راح ينصدم بالمطار مجرد ما دخل على المطار راح ينصدم لح يتخين نفسه داخل إلى عالم ثاني من حيث كل شيء من حيث النظافة من حيث الخدمة من حيث من دون الخوض بتفاصيل أخواني أنا أتكلم عن شيئين واضحين للعيان في بلدان ما فيها شارع واحد ولا جسر واحد ولا خطاب من ثمانين تسعين سنة ولا خطاب واحد بنى جسر لهاية الدولة ولا خطاب نفعنا بشيء نهائيا عبارة عن شعارات رنانة وعبارة عن أمثلة جوفاء لا علاقة لها بالواقع نهائيا لو تدخل على مؤتمر أنا داخل على ستة آلاف مؤتمر داخل على خمسين ألف مؤتمر يتحدث عن حقوق المرأة وداخلين على هال وراح أحكيها بطريقة البسيط أخواني ندخل على هذا المؤتمر وقرقر يعني حاجي 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 شعارات والمرأة 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 بالوقت اللي لما نطلع من هذا الاجتماع اللي يدوم أربع أو خمس ساعات وصراحة نلاقي المرأة مسحوقة في الشارع والمرأة ما حدا ملتفت عليها نهائيا ولا حدا داير بال عليها أصلا أصلا الرجل مو المرأة الرجل مسحوق ناهيك عن المرأة الرجل نفسه مو أخذ حقوقه بهذه الدولة ناهيك عن المرأة يعني ولما نتفوت على الاجتماع أو المؤتمر تقول يا الله يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني خلاص خلاص ما شاء الله نحلت كل مشاكلنا تطلع تلاقي تصطدم بأبسط الأشياء بره تصطدم بأبسط الأمثلة بره تطلع تلاقي الأطفال تلاقي طريقة التعليم بهاي البلدان سخيفة أو تافها تلاقي النماذج تافها تلاقي البنى التحتية المدارس صفر عشر تحت الصفر مية تحت الصفر يعني أي حضارة أو أي تمدن عم نحكي إحنا بالوقت اللي لو رحنا على هذول البدو رح نلاقي ناطحات سحاب ما هي موجودة بأميركا ولا هي موجودة ببريطانيا ولا هي موجودة بفرنسا نلاقي أبراج ما إلى شي رايح يمين وشي رايح شمال مو هذول بدو اللي بنو هاي ليش مو هسا البدو رح يستضيفون كأس العالم أكبر محفل رياضي بتاريخ الأمة العربية ليش مو بدو اللي نظم الكأس العالم في الدوحة معاش خلينا نسمي بالدوحة ولا غيرها ليش ما في مدن بالبحر ليش ما هجمت الحضارة على البحر وبنات جزر ومدن عريقة جدا داخل البحر يعني ما في داعي انظر للشوارع انظر للأبراج انظر للمواطن هسا يجيني شخص يقول لي يا أخي من النفط يعني هذول البدو الخليجي اللي موجودين بالخليج هذول من النفط لا يا أخي لا يا أخي تفضلوا قارن قارن بين هل تعلم انه بير نفط بالعراق يعادل انتاج الامارات على سبيل المثال من البترول هل تعلم يا عزيزي انه الامارات انتاجها 95 ألف برميل هل تعلم انه اكثر من 300 بير بالعراق او بسوريا ينتجن اكثر من 100 ألف برميل باليوم يا أخي ما هي مسألة انه والله هذولا يعني عم تطلع لهم المصاري من الأرض من البترول فليش ما يبنون ويسوون لا 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 المسألة المسألة انه الاشخاص اللي قائمين على هاي البلدان هم اشخاص فعلا همهم وشغلهم الشاغل اسعاد هذول المواطنين وامتا ما بدك اتفكر فكر وبأي مجال تفكر تلاقي الأسرة الحاكمة في منها أشخاص يشرفون على هذا المجال بالوقت اللي بالدول هاية عبارة يعني بالله يا جماعة اذا اجانا في مفهوم عندنا عندنا موجود للأسف يعني يقول لك رئيسنا يعرف يحكي يعني رئيسنا يخطب مثلا مثلا على سبيل المثال صدام حسين مثلا من دون تسمية او كذا مثلا الرئيس فلاني يعني يا أخي يحرف يحكي ويخطب وكذا بالوقت اللي حكام مثلا الخليج ما يخطبون ولا يحكون ولا شي يعني اصلا ما يعرف يحكون يعني بناس ترقل هذا المستوى هل تعلم يا عزيزي انه احنا شنو بدنا نسوي بخطاب مليء بالشعارات الجوفاء احنا ش بدنا نسوي برئيس او وزير او مسؤول يعرف يحكي وما يعرف يفعل اصلا في مفهوم البدو ومفهوم القبلية عند البدو الشخص اللي يحكي معروف انه شخص فاشل وهاي اتحداكم ويسمعني يمكن مئة الف بدوي من هاي القصة معروف انه الشخص اللي يحكي كثير ويهوبر ويسوي وكذا هذا شخص ابعد ما يكون عن الفعل يعني في رجال افعال وفي رجال كلام يعني بس حكي مجرد حكي اجوف ما له علاقة بالواقع تقعد يظل يحكي لك ساعتين وثلاثة تقول خلاص انتهت انحلت مو مشاكلنا انحلت المشاكل باقصى الارض يعني بالوقت اللي خلاص يعني شكل المؤتمر المؤتمر ينبثق عنه مؤتمر اخر المؤتمر الاخر ينبثق عنه مؤتمر اخر اللجنة المؤتمر شكل اللجنة اللجنة راح تشكل لجنة ثانية اللجنة الثانية راح تنبثق منها لجنة اخرى وهكذا عبارة عن حكي كذب بكذب ما للمواطن ناقة ولا جمال فيه اخواني انا ما كنت ابدا منحاز للبدو او شيء على العكس تماما اللي كان موجود من قصص عن البدو اتناولتها لانه صراحة حبيت انه اصلت الضوء الى هذا الجانب اللي اعرف انه الكثير والكثير والحمد لله طبعا بالنهاية اخواني نحن نحكي عن العرب بشكل عام في ايضا مثال حبيت اذكره هو انه بالعراق تم ترشيح ما راح اسمي طبعا شخصين وهم بدوا اخواني لرئاسة العراق هذول الشخصين مجرد ما باشروا بعملهم قدموا استقالتهم بباشرة وطبعا الاشخاص اللي يعرفون يعرفون منه اقصد انا من هذول الشخصين قدموا استقالتهم لانه اخواني كان المطلوب منهم شيء واللي بدهم يشتغلون شيء اخر يعني الاشخاص هذولا كان بدهم يبنون العراق كما ينبغي ان ينبني العراق ولكن الاجندة الخارجية تقول شيء وهم بدهم شيء اخر لذلك مباشرة ما قبل المباشرة القدم استقالت يعني من اول يوم او اليوم الثاني خلاص انتهي فهم انه خلاص انت ما هي مهمتك تبني العراق ما هي مهمتك تعطي ثروات العراق للعراقيين انت الك مهمة اخرى خلاص ما قبل اشوفوا اخواني من عام 2003 الى هذا اليوم شنو حال العراق وشنو حال العراقيين اخواني هذه سالفتي اليوم وان شاء الله تكون نالت او حظيت على رضاكم واستحسانكم اخواني وخواتي اعتذر اذا بدر مني شيء مسيء او مزعج اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة